السلام عليكم السحلية المزرقشة وهي في شكلها اقرب للشكل الاسطوري للتنين وخصوصا لما بتفرد الاغشية الموجودة حوالين رقبتها لما بتشعر بالخوف ولذلك بتسمى ايضا بالتنين المزرقش وممكن يصل طولها لمتر وبتتميز بمخالب حادة بتساعدها على تسلق الاشجار بمهارة كبيرة وبتتميز بسرعتها الكبيرة والغريب انها علشان تفرد الاغشية اللي حوالين رقبتها لازم تفتح فمها على انطق واسع لانه مرتبط بشكل كبير بعضلات الفك واللسان وطعامها المفضل هو الحشرات لو مهتم بالنوع ده من الفيديوهات ما تنساش اترك في القناة ويعمل اعجاب للفيديو والسلام ختام